دكتور أيضا دكتور فرزي أبو دقال في أي طريق مسعر يحتاج البعض إلى بوصلة القضية الفلسطينية كانت هي البوصلة الأساسية بالنسبة إلى مجمع الشروق والأستاذ علي فوضيل وأهمية البوصلة أيضا في هذه الفترة بالذات لأنه تختلط المفاهيم وغيرها ليس كذلك؟ بالتأكيد كذلك بداية أترحم على روح الفقيد علي فوضيل هو شهيد الإعلام في الجزائر كما أترحم على شهداء فلسطين ولبنان والأمة ولسيما الصحفيين ومنذ السابع من أكتوبر طوفان الأخصى إلى يومنا هذا يقرب ما فقدته الساحة الإعلامية في قطاع غزة لوحده أكثر من 173 صحفيا أعود إلى مجمع الشروق وبكل إخلاص أقول بأن هذا المجمع يشكل مؤسسة إعلامية في الجزائر امتد صداها إلى المنطقة العربية وأنا أذكر حين انطلقت الشروق العربي كان على صفحاتها أقلام عديدة من مسؤولين كبار فلسطينيين واهتمت بالشأن الفلسطيني منذ بدايتها بمعنى كان لدى الفقيد علي فوضيل توجه واضح فيما يتعلق بإسناد القضايا العادلة ولا سيمة القضية الفلسطينية أضم صوتي كذلك إلى صوت السيد المدير العام أخ الفقيد وأضم صوتي كذلك للدكتور لازهر بأن هذه المؤسسة لها الفقر بأنها أنتجت الكثير من الإعلاميين المرموقين في الساحة الإعلامية في الجزائر وحتى في القنوات الدولية ولا سيمة قناة روسيا اليوم يعني أنا شخصيا من خلال لقاءاتي مع الصحفيين في برامجهم دائما أسمع بأن هذا الصحفي أو ذاك كان في مؤسسة الشروق شخصيا تعاملت مع المجمع منذ بداية الانطلاقة في الصحافة المكتوبة وكتبت كذلك في الشروق العربي وفي الشروق اليومي كذلك منذ سنوات وأنا أطل في قناتكم الكريمة منذ لما كانت في القبة إذن بحق مؤسسة إعلامية يفتخر بها على المستوى الوطني في الجزائر وكذلك على المستوى العربي نأمل التقدم والتطول والمزيد من النجاحات لهذا المجمع الكريم صحيح